السلام عليكم ورحمة الله والنهاردة هنتكلم عن سلام افتقدوا كثير من الناس في ظل الحياة الكمية المادية اللي احنا بنعيش فيها وبتدوس علينا وبتضغى علينا هنتكلم النهاردة عن سلام مهم جدا في المعاملة مع الله سلام لو وصل للإنسان بيحس بعزيمة بيحس بجلد بيحس ان هو عنده مدد وحاسس ان هو مليان السلام ده هو سلام التفويض سلام التفويض ده مرتبط جدا ومكمل لحلقة مبارح اللي احنا تكلمنا فيها عن سلام الحكمة الربانية لان احنا بنرتقي في سلم قاعدين بنرتقي في سلم رمضان عارفين ليه؟ لان احنا بنعتبر ان رمضان السنة دي بنقسس فيه حاجة اسمها مدرسة السلام مدرسة السلام اللي الناس كلها محتاجاها عشان تحتاج ان هي تهدى واكتر حاجة عن نتكلم عنها النهاردة واحنا بنتكلم في مدرسة السلام ان احنا عايزين نتخلص من حاجة مهمة قوي عارفين انتو ان لما نسب الامية بتزيد نسب الوجع بيزيد نسب الديء بيزيد ومبارح اتكلمنا عن الامية المتعلقة بفاهم الحكمة الربانية لكن النهاردة لازم نتكلم بقى على ان احنا وبنتكلم عن سلام التفويض ان احنا عايزين نحاول بقدر الامكان نتخلص من امية قراءة الاقدار لان فيه اوقات كتيرة الناس كتيرة بتحس ان فيه اقدار ممكن الانسان ما يعرفش وجه الحكمة الربانية منها وممكن يفتقد السلام في وقتها فحبينا نقول عشان ما تفقدش سلامك في الامور اللي انت ما تعرفش الحكمة فيها من الحكمة الربانية اللي ربنا وضعها تعالى نكمل ده بسلام التفويض في حالة سندة في مجتمعات سيدة في مجتمعنا جدا اسمها ايه امية قراءة القدر هو القدر بتئر يا مولانا انت ما اسمعتش قوله تعالى في اول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم اول قراءة فرضت على حضرة النبي وفرضت علينا ايه قراءة الكتاب الله المنظور وجزء من قراءة كتاب الله المنظور هو قراءة الاقدار ان انت تقرأ القدر يعني ايه الناس مش قادرة تستوعب مراض الله منها ولا قادرة تفهم الحكمة مما يجري عليها سبحانه وتعالى ومش بس كده ده ممكن يوصل بالانسان الامية في قراءة القدر انه ويخاطب ربنا باسلوب لا يليق فتلاقيه بيقول ليه يا رب بتعمل فيا كده اه اصلا احنا بنتكلم مش معنى ان احنا في رمضان ان احنا نتكلمش عما يفسد الروح احنا عايزين نتكلم الكلام اللي بنتكلمه عننا احنا في ناس كتير بتقول الكلام ده بلسانها وناس ساعات بتقوله جوه قلبها وساعات بتبقى متضايقة ومش عارفة تتخلص من ده في ناس كتير جوه في قلبها بتقول كده وتبقى يعيني مش عارفة تتخلص من ده علشان كده كل مرة بنحاول ان نزيد في نشر ان احنا نزيد ونعمل ايه وننشر فكرة السلام في التعاون مع الله ولكن بيقابلنا صعوبة ان احنا كل من نتكلم عن السلام في التعامل مع الله عن طريق ان انت ترى وتنظر الى الدنيا من عند الله وفقه مراد الله عشان تشعر بانك انت في حضرة مولاك بيقابلنا ناس كتير يقولوا الكلام ده اللي هيعيش بسلام التفويض ده هيستوي عنده على فكرة هيستوي عنده حكتين ان هو يبقى معاه او يبقى معهوش ان هو يجيلو او ما يجيلوش هيستوي عنده المنع والعطاء ليه بيتسوي عنده المنع والعطاء لانه بيتحلى بالقناعة القناعة اللي هي ايه انه مقتنعة مقتنعة بايه مقتنعة بان كل شيء في حياته بقدر بتدبير بعض الناس بيفهموا ان بقدر بمعنى بقهر او بسلطان ولكن بقدر معناه عندنا منضبط ومحكم يعني لا عباسية في الحياة مفيش حاجة ابدا عباسية وده مش معناه انه مفروض عليك بمعنى انه هو في حاجة بتزلك وبتمنعك من خيرك لا ده اللي مقدره ربنا واللي في خيرك لذلك دايما بقول علينا ان احنا نعدل مفهومنا وفهمنا عن القضاء والقدر فنفهم ان الاشياء التي تسيرنا ولكن الى اين تسيرنا الى فين الى خيرنا والى ربنا فالقضاء والقدر قدمين بيأخذونا للسير الى الله احنا ان احنا لما بنعاكس ده بنحس بالألم والوجع لكن ده اللي بيودينا للخير ويودينا الى الله ولذلك انا بحب دايما اسم القدر بسميه كتاب توددات الله سبحانه وتعالى او كتاب ألطاف الله فكلما تقرأ في كتاب ألطاف الله تجد اقدارك مكتوبة بمداد من لطف الله بأقلام من ود الله فهو كتاب لطف الله كتب بمداد من ود الله هو ده القدر ايه ده يعني القدر ده مش مليء بالاختبارات والأوجاع والألام والأحزان هيتنا نتناسب ازاي ده كده مع قوله تعالى الله لطيف بعباده هيتناسب ازاي مع كتب ربكم على نفسه الرحمة هيتناسب ازاي ده لو خلقتموه من رحمتموه ان الغضب والضيق والحزن والحاجات اللي جوايا بتحصل لان انا عندي مشكلة في تلقي الاشياء فالعبرة في الناظر لا في المناظر وعشان كده المشكلة في المتلقي هل بيعرف يقرأ ولا ما بيعرفش يقرأ سلام التفويض محتاج حد بيعرف يقرأ هنشوف ازاي نعرف نقرأ ولكن ده هيكون بعد الفاصل ونرجع لكم مرة تانية ونكلمكم عن سلام التفويض وازاي نقدر نعرف نقرأ أقدار الله ونتخلص من الأمية في هذه القراءة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ولسا مكملين مع الكلام عن سلام التفويض وإن الأمية قراءة القدر هي أكبر معوق بيمنعنا من العيش بسلام التفويض لكن عشان تخلي الناس تصدق ده تصدق إن في قدر والقدر ده مش عبء والقدر ده ده كتابه لطف الله كتب بمداد من ودي الله هتلاقي معوق وشيء يمنعك متكون من ثلاث أشياء ثلاث أسباب بتمنعنا من إن إحنا نحس إن القدر ده مدد إن القدر ده عون القدر ده مساعدة من الله سبحانه وتعالى ويفضل عندنا مشكلة أول حاجة أمية القراءة القدرية إحنا مش بنعرف نقرأ الأقدار فمحتاجين نعرف إزاي نقرأها ومش هنعرف نقرأها إلا لما نعرف إن القدر جار علينا وإحنا في معية الله في معية اللطيف وعشان كده سيد بنعطي الله السكندري بيقول فمن ظنن فكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظري القدر ما بينفكش عن اللطف القدر نازل بلطف مغموس بلطف لأنك في حضرة اللطيف تاني حاجة عدم معرفة إن الأقدار جاءت عشان تتعامل مع باطنك وده معناه إيه؟ فنفس الحدث ممكن يحصل لحد تاني معاك بس هو يستقبله بالشكل تاني فقد أبوه فقد ماله فقد حياته حصل له مرض حصل له عجز والاتنين حصل لهم نفس الحكاية ده مختلف عن ده إيه السبب؟ إن باطن ده تعامل مع القدر بتعامل حسن فواحد كان ربدي فعله مش مناسب واحد فهم الرسالة اللي جاية من خلف القدر لأن كل الأقدار رسائل لكننا مش بنفتحها بنتعامل مع القدر الصعب على إنه قدر صعب ومنقراش لأننا فهمنا ضعف عن إن إحنا نقدر نفهم نفهم ده وإنه يبرل لنا عدم العمل إحنا فهمين إن القدر جاي بيحسسنا بضعفنا ويبرل لنا إن إحنا ما نقدرش نستسلم مش قادرين نعمل حاجة لإن القدر جاي علينا ويخلينا بس القدر بيخلينا نعرف إن إحنا ضعفاء فنستعين بالله استعين بالله ولا تعجز فنمشي في الطريق إلى الله اللي هيجري عليك لا يحتاج إلى التغيير أنت مش محتاج تغير الأقدار أنت اللي محتاج تتغير أنت اللي محتاج تقرأ بطريقة مختلفة وتقرأ الأقدار بقراءة من إن القدر ده جاء من عند اللطيف فتقرأ الأمور بشكل مختلف الحياة الثالثة اللي بتخلينا ما نقدرش نفهم إن القدر ده لطف ومدد من عند الله عدم الثقة بالله إحنا ما عندناش الثقة اللي تسمح لنا إن إحنا نتعامل مع الأقدار ونقرأها قراءة صحيحة نقرأ إن الأقدار كلها خير فهي معينة وليست معيقة نفرض إنك تعرضت مثلاً لقدر شديد فالأقدار الشديدة جاءت لكي ترى في نفسك ماذا؟ ترى في نفسك بعض المعاني وبعض المهارات وبعض النعم الباطنة اللي مش تخرج غير بهذا القدر فكلها جاءت عشان تثق بالله سبحانه وتعالى فتتعلم وتعلم إن الله سبحانه وتعالى سندك وأن الله سبحانه وتعالى لا يتركك أبداً وده اللي بيظهر في كلام الناس الحلوة لما ينزل القدر عليهم ويقولوا له إيه؟ إحنا عارفين إن انت معانا وعارفين إن الخير جاي ويبقى إيه اللي حاصل؟ ويقرأ القدر المؤلم بإن هو إيه؟ جاي وبيحمل معه نفحة فإيه اللي يحصل؟ فهو عايش ومسلم لكن في حد تاني مش قادر يفهم ده فالأقدار المؤلمة في الحقيقة لا تفزع ولكنها تفيق تجعل الإنسان يفيق ولو خفت من عدم التوفيق وإنت في الأقدار المؤلمة دي يبقى أنت بتسيء يتظن بالله لأنك سنت إن الله يتركك والباقي معك ما ودعك ولحوالنا نبحث عن أصل المشكلة في سهولة التصدع اللي جوانا ده اللي أنا بعبر عنه بهشاشة الباطن عناعرف إن إحنا عندنا سيولة في فهم القضاء والقدر إحنا مش قد ما عندناش قدرة إن إحنا نفهم بشكل صحيح القضاء والقدر فإن إحنا مش فهمين إن القضاء والقدر بيأخذونا إلى الخير في الدنيا والآخرة فأنا بسمي القدر كتاب توددات الله سبحانه وتعالى كتب بمداد من ألطاف الله فكل ما تقرأ في كتاب ألطاف الله اللي هو سمي بالقدر تجد أقدار الله مكتوبة بمداد من اللطف وبأقلام من الود فلازم تتعلم التفويض اللي ما تفهموش اعرف إن فيه خير وإنت ساعتها هتلاقي الخير اللي ما تعرفوش فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وإن اللي حاصل واعلم أن الله سيتحمل عنك فيه ضره وإنه وينقلك إلى أفضل حال والقرآن بيحكينا عن نموذج من أهم النماذج في التفويض واحد مؤمن من آل فرعون لما قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بإيه؟ بالعباد فوض أمره إلى الله خلاص وفمه لك فكانت النتيجة إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكره نجاة الله سبحانه وتعالى نجاة سبحانه وتعالى بإيه؟ بتفويض الأمر لله هذا الكلام ده كله هو اللي بيغير حياتنا لأنك أنت لما تعتقد إن في شيء جميل خلف القدر وداخل القدر ويسكن في القدر لأن الجميلة كتب الإحسان على كل شيء فتعرف إن في فرص حتى في الشدائد فرص إن أنت تبحث عن مداخل جديدة فرص إن أنت تتعلم أشياء جديدة وفرص إن أنت تبقى عندك أمل في ناس بيينسوا الأمل لأنهم حيشين في رغد وإنك أنت لابد إن أنت تواصل فعليك إن أنت ترى في كل محنة منحة وترى خرف الأقدار أنوار هنا بقى هتعرف إيمة القدر اللي ربنا أجرع عليه طيب نعمل إيه بقى؟ إزاي نخد تجربة العيش بسلام التفويد؟ أول حاجة أول حاجة إن إحنا نعرف إن البلاء موكلهم بالمنطقي يعني إيه إن البلاء موكل بالمنطق؟ بالمنطق الكلام يعني؟ لا إن البلاء موكل بالمنطق كمان منطق الجنان بالتفكير لما تفكر في الأشياء السيئة هتجرب على نفسك الأشياء السيئة ولذلك حتى في الدعاء الرجل لما قال يا رسول الله ادعو الله يا رزقني الصبر قال فقد سألت الله البلاء يعني فكر بطريقة جيدة دايماً فكر بطريقة جيدة لما تتعود وتدرب نفسك على التفكير بطريقة جيدة هتجد نفسك إيه؟ سهل إن أنت تعيش بسلام التفويد فتجرب الأشياء الجيدة وإذا حدست الأشياء السيئة لم ترها سيئة هترها إن فيها فرصة حتى دوت اللي هتعلموه للناس حتى ده اللي بيقولوا الناس في الإدارة لما يجوا في الصوات أنالسيس بيقولوا الشاطر اللي بيحاول التهديدات إلى فرص طب يا يحصل ده إزاي؟ لما يتعود إنه دايماً يقرأ بالجمال لما يتعود دايماً يقرأ بالقراءة الحسنة حضرت نبي مرة على شاية ميتة لميمونة فقال لهم إيه؟ هل لانتفعتم بإيهابها؟ فرأى إن فيها فرصة رأى إن فيها نفع رأى إن فيها خير ومع إنها شامية نافقة فإن اللي حاصل؟ فالمسألة ليست إن أنت تأتي للأشياء كما تريد إن الأشياء ما تجيلكش زي ما أنت عايز ولكن أن تأتي الأشياء على مراد الله الذي هو أعم وأحلى من مرادك وإزاي حضرت النبي بيقول إيه؟ عشان نفهم ده نفهم إزاي نتعامل مع ما نزل علينا من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقتهم ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله أنزلها بالله يعني إيه؟ أنزلها بالله حتى لو هو مش عارف إيه معناها؟ فهو يوشكوا الله له برزق عاجل أو آجل حيات تانية اللي إحنا لازم نتعودها بقى نتعود على شيء مهم جدا جدا نتعود على إن في هذه الأقدار ألا نتوقف عن العمل لا ليس هناك مفوض يتوقف عن العمل المفوض يستمر في العمل ما كان لله دام واتصل ولذلك في بعض الأشياء لا تفهم معناه إلا حاصل لا تتوقف عن العمل أكمل عملك أكمل عملك لأنك تفوض أمرك إلى الله إن لله وإن إلي راجعون فاستمر شوف راجعون فيه مشي فيه سير فأنت على طول مهما أصابك من شيء استمر لو كنت مفوضا استمر في عملك الحاجة اللي بعد كده ودي شيء مهم جدا إن أنت دائما إذا كنت مفوضا ولا تعلم تعلم واسأل إذا كنت لا تفهم اسأل لكي تفهم يبقى ده تالت إجراء رابع إجراء ووراء إجراء مهم جدا جدا إذا حدث لك أي قدر تخاف منه ردد هذا الدعاء قول يا سلام يا من أنت قادر على كل شيء وعبدك لا يقدر على شيء وأنت تراني وقد كسرني كل شيء وأنت يا مولانا تعلم أن هذا من وهمي وأنت تقدر على أن تصرف أوهامي وتغسل قلبي من أوجاعي وتمنع أفكاري سوء ظني وإني قد حسنت الظن فيك فيا قدير أسألك أن تزيل عني أوهام نفسي وإني على يقين أنك على كل شيء قدير يا رب العالمين رزقنا يا رب العالمين سلام التفويض جعلنا في هذا السلام نحس بالأمان ونحس بقربك ونحس بحلاوة معيتك يا رب اجعل قلوبنا في حسن التفويض حتى نعيش ونزوق حلاوة أمان العبيد يا رب العالمين يا سادة وإنتوا كمان حكونا عن تجربتكم وعملتم إيه عشان تعيشوا بسلام التفويض سلام التفويض ده لو جمعنا ما فيش حاجة هتوجعنا يا رب اجمعنا بهذا السلام واجعلنا دوما في حضراتك يا سلام بعد الفاصل نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تحسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وبنخصص لها وقت نجيب عليها وكمان منتظرين تجربتكم وخاصة مع سلام التفويض النهاردة عشان نتشارك ونصل إلى أن نعمر قلوبنا بالنور في شهر النور وشهر السلام شهر رمضان الذي يحبه الرحمن ويفتح فيه أبواب الجنان وتعالوا ناخد أول سؤال من أستاذة دنيا أستاذة دنيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا وسهل أنا دنيا اللي كلمت حضرتك مبارح فكرني آه بقول لحضرتك أنا عاوزة فما معنى إن ربنا ما بيقبلش دعاء في اسم أو قطعة راحة ومعليش سؤالي التاني أو أنا يفضلت الشيخ لما دعيت على والدتي سواء دعيت بصوتي أو لا أو ربنا هيقبل الدعاء اللي أنا دعيته عليها ولا هو يبقى ربنا عالم إن أنا بحبها أو أنا ما كنت شخص بإن أنا أداية عليها أو ده سؤالي طيب دون يعني مش أنا سألت حضرتك إحنا عندنا وسواس ولا حضرتك آه وأنا عندي وسواس في كذا حاجة عندي وسواس في طهارة وفي السلام أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك أول حاجة كل اللي أنت بتدعيه تحت تحت الوسواس الله سبحانه وتعالي مش هيحسبك عليه وأي دعاء هتدعيه على والدتك الله سبحانه وتعالي يعلم أن هذا رغما عنك ليه طيب لأن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه ممكن يبقى الوسواس قارف وما استكروه عليه وممكن يكون يدخل في الرواية التانية اللي هو مسألة كمان إيه أو ما حدثت بيه أنفسه فإن شاء الله سواء تلفزتي أو ما تلفزتيش إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيحفظ والدتك وهو عارف أن أنت بتحبيها ومش هيأخذ بهذا الكلام اللي بيجري على أفكارك ولا بيجري على لسانك لأن دوات معروف الندوات من المرض لكن نصحتي إن حضرتك لو سمحتي اهتمي بمسألة العلاج معانا السيدة المؤياد من البحيرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته بعد ذلك أنا كنت عزيزتي دعيلي أنا وبناتي بالفتر وكده وأنا محبش يظلم عشان فينا الظلمتنا ربنا يوسع عليك ويحفظك ويريح بالك ويجبر خطرك ويحفظك من كل مكروه وسوء أنت وأحبابك يا رب يعني بعد ذلك حضرتك أنا محتاج رقم حضرتك ضروري هتلا هيدر حضرتك رقم رقم في الكنترول على طول يا فنت طيب بعد ذلك يا رب يدهولي بس محتاجه ضروري بعد ذلك حاضر والله هجاوب على حضرتك حاضر أعتقد رقم حاضر يا فنت نعم السيدة أبو عبد الله من سواج يا رب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير الحمد لله كل عام أنتم خير وأمة محمد بخير يا رب يا رب يا رب يا بي شيخ لو سمحت معلش أنا أول مرة في حياتي أتصل حتى على التلفزيون ومعلش كنت محتاج استفسار لكذا حاجة تعباني جدا معا اتفضل يا حاجة أبو عبد الله معايك سمعك كويس معاي أنا معاي أخوات مغرحة معطاهم ليه لظلم ظلموني كتير يعني طيب وبعدين فين سؤالك فين سؤالك لحاجة أبو عبد الله في مؤطعتك لإخواتك السؤال يعني أن أنا مجرحة فحرام عليك بس معلش يا شيخ أنا يعني وصلت الموت ولي ما لجيتش أخوات ولا لجيت حتى جنبي وأنا اللي قلت شايلهم علىك تافي هجاوبك حاضر يا أبو عبد الله السؤال الثاني السؤال الثاني ليه ظلما لناس وصلتني للموت وحاجب أن أخذ حاجي هتأخذ حاجك إزاي هتأخذ حاجك بالعدل وبالقانون ولا تأخذ حاجك كده بدراعك بالقانون وبدراعك طب أنا أجاوبك لا ما ينفعش تأخذ حاجك بدراعك تأخذ حاجك بدراعك ده في قانون الغاب إحنا عندنا قانون طيب إيه تاني يا حاج أبو عبد الله بس شخص بالله عليك الله يبارك لك طيب أنا أكلمك يا أبو عبد الله أنا أكلمك أنا أكلمك يا أبو عبد الله دلوقتي مش بس أكلمك باسم الشرع لكن أكلمك كمان باسم الرجولة الرجولة مش بس إن الواحد لما حد يئزيه يئزيه أزيه أكتر من اللي أزهاله دي مش رجولة دي والعاذ بالله وحشية دي لا يمكن تكون رجولة إخواتك لو ظلموك خد حقك إخواتك لو ظلموك سمحهم ليه طيب تسمحهم لأنهم لو ظلموك وأنت سمحتهم هي دي الرجولة طيب مش قادر تسمحهم خد حقك خد حقك بعدل الله خد حقك بالقانون لكن لو خدت حقك زيادة عن كده عشان تعوض الكسرة اللي هم كسروا هالك فتكسرهم كسرة أكتر من الكسروا هالك أنت دخلت وخلاص في دائرة الكبائر دائرة الظلم أنت بقيت زيهم ظالم طيب والحل هو إيه أن أنت تاخد حقك تاخد حقك بالقانون لأن في بعض الأحيان إحنا بنتصور أن إحنا لدينا حقوق عند ناس ما هي مش حقوق فأنا شايف أن أنت تاخد حقك منهم بقانون ونفس الكلام في السؤال التاني لكن ما تاخدش حقك بدراعك حقك بدراعك ده عيوديك إلى الظلم فما تكونش ظالم طيب هو إحنا موجودين في الحياة أن أنا ما حدش يقدر يظلمني لا ما ممكن الظلم بيبي أنت وأمي يا حبيبي وقرة عيني يا رسول الله ما الظلم وخرج من مك والظلم في الطائف وحتى دع الله اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وأهواني على الناس إلى من تكلوني فيا سيدي ليس الواصل بالمكافئ ما تكفئهمش على السوء اللي فعلوه بسوء ولكن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه ولي حميم سلم قلبك خلي قلبك فيه سلام لكن لو سبت النار دي تفضل مشتعلة في قلبك إيه يعني إنه يتقال عليك طيب أنا عارف إن جرائبين أنت خايف يقولوا عليك طيب وطري إيه يعني يعني إنه يقولوا عليك طيب طيب يعني ربنا بيحبك طيب يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمك إيه وعت خاف إن حد يقول عليك طيب الطيبة مش عيبي إن الدارة منها الطيبة شرف لأن الله يحب الطيبين تخليك كده وخد حقك آه بالقانون بس ما تظلمش حد ولا تجور على حد وواصلهم ولو حتى باتصال تليفون نعم خلاص يا أبو عبد الله السيدة أبو أحمد تتفضل عليكم وعليكم السلام ورحمة 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 وحضرتك طيب فضل ونعم الحمد أبو أحضرتك طيبة الله يخليك أنا كان عندي سؤالين فضلت الشيخ بس كنت عايز أسأل حضرتك فيهم تفضلي وأنا مجوزة تلات بنات مم والتلات بنات دول دايماً بيحب أبوهم ولو تعبان يجروا عليه لو في أي حاجة يجروا عليه لو عايز محتاج فلوس ومحتاج أي حاجة يدوله وأنا لو عيانة وفي أي حاجة يسيبوني ويسيبوني ما يسألوش علي ولا يجبوا لي علاج ولا أي حاجة وبنتي معايا بنت ربعة لسه ما اتجوزتش قبلوها يعني قبلوها في الشارع والتلاتة قالوا لها شوفي واحد امشي معاه وتفشي من البيت ومتعوديش معاها في البيت وعملين يعصوها علي وعايزينها تمشي من البيت طيب يعني ده ده خلاني أنا اصطدمت في اللي تقال دوت وعايزة عرف دلوقتي هلأ أنا ينفع أن أنا يعني أعرفهم تاني أنا بدي عليهم وحسن ربنا باستجابش دعاية أنا بدي عليهم طول الوقت لأن أنا مش عارف أعمل معهم إيه وآخر حاجة قالوا لي قالوا لأختهم تسيب البيت ومشي وتفشي وما تقعدش في البيت وما ترجع لهاش تاني طيب سؤالك إيه يا حجم محمد أنا دلوقتي عايزة عرف دلوقتي حكم الدين وحكم عليهم إيه بالزبط هجاوبك والله بس أنت لو دعيت عليهم أنا مش هقول أمين عشان ما تكرهنيش أنا أرد عليك يا أمو أحمد دلوقتي طيب في سؤال تاني تفضل معايا ابني أحمد آه على طول دايما هو بيصلي الحمد لله وبيصوب آه وكويس وكل حاجة إنما هو دايما عنده وسواس إنه رجله فيها حاجة عنده وسواس وإنه عينه فيها حاجة عنده وسواس إنه هو ذكر كويس وهو بيقول لا أنا ما ذكرتش كويس دايما عنده وسواس هم بيقولوا إن أنت بتحب أحمد أكتر منهم أحمد هم بيقولوا إن أنت بتحب أحمد أكتر منهم لا طيب أنا أجاوبك يا أمو أحمد بس يا أمو أحمد آه الحقيقة لما ألاقي أربع بنات آه لما ألاقي بنات كده يبقى في حاجة مش فهمة فأنت لو بتسأليني أعمل إيه يعني أنت سألتيني لو بدع عليهم لا ما تتعيش عليهم وقد يكون دعاك عليهم غلط وقد يكون دعاك عليهم حرام لأنه ممكن تكون أنت ظلماء بتستغربيش أنا دلوقتي لو هم اللي بيكلموني يعني البنات يا بنات لو أنتوا اللي هتكلموني هقول لكم اتقوا الله أنتوا بترتكبوا كبيرة في أن أنتوا واجعين قلب الست دي بس بما أنك أنت يا أمو أحمد اللي بتسأليني فأنا بقول لك أنت فيك حاجة لازم تغيريها أنت البنات دولة ممكن يكونوا اتهاروا منك نقد اتهاروا منك تنقيص اتهاروا منك أن أنت تحسسهم أنهم مش متربيين أنهم مش كويسين فالأسوأ عليهم خلتهم مش عايزين يعودوا معاك وهو مش قالوا لأختهم مشوفوا واحد وامش معاهم هي قالوا له اتجوزي ويسيبي البيت ده وتبقى أي طريقة فأنت فهمتي كده فأنت مكملة برضو في أنك أنت بتنقضوهم هاتي الثلاث بنات أنت الأكبر أنت الأم هاتي الثلاث بنات فأنت اللي بتكلميني لو هم بتكلموني أنا قلت لك هقول لهم إيه بس أنت اللي بتكلميني هاتي الثلاث بنات وأعاديهم معاك ولو كنت غلطت في تربيتهم احتزر لهم عشان ربنا سبحانه وتعالى يكبر خطرك ليه طيب لأن في الحقيقة فيه مظالم للناس لكن الأولاد لازم أقول لهم اتقوا الله الست دي لو قبلت ربنا وقلبها موجوع أنتوا مش هتشوفوا خير فاتقوا الله فيها اتقوا الله لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بوجع أم لا يرضى بأزى أم فاتقوا فاتقوا الله أنتوا بنات وعندكم مولاد ممكن يشربوكم من نفس الكس مش هقول لكم كده بس فيه ربنا ينظر إليكم أنتوا ازاي بيتناموا أمكم موجوعة بالطريقة دي فاتقوا الله سبحانه وتعالى في أمكم الحاجة الأخيرة أما وسواس بقى السيد أحمد ده ممكن يكون أحمد ده واتق محتاج أنه يروح لدكتور محتاج أنه يتعالج من الوسواس ده لأن الوسواس ده واتق ممكن يكون سببه مشكلة في كم المخ فإحنا عايزين نتأكد أن الوسواس ده لو ما عطل حياته يبقى هو لازم يتعالج ويأخذ أدوية عشان يوقف هذا هذا التفكير وهذا الوسواس السيدة أمو يوسف تتفضل وعليكم السلامة راح أطلب بركاته تاني أبو يوسف أنا محمد أنور طب يا محق تفضل يا حاج محمد قل لي بقى أنا بقول لك أنا صايم وبستعمل البخاخة حرام ولا علال بخاخت الرب بخاخت الرب أيوة بتستعملها لما تكون محتاجها صح أيوة بأس ما استعملتها بأس ما استعملتها آه يعني أنت بتقول لي لو استعملت بخاخت الرب ولما احتاج لها أكمل سيامي كمل سيامك يا حاج محمد عاجي يعني لما تستعملها لما تكون محتاج لها آه لأن داية إحنا بعد دراسة طويلة وبعد الرجوع للأطل أيوة حاج محمد خلصت السؤال أيوة مولانا تمام يا مولان طيب فاكمل سيامك يا حاج محمد لما كنت عبالي أأخذ ما تفضلكش لا طيب يا ماني مش ساعدت الباشا ربنا عزك أنت اللي أمر ربنا يبارك فيك شكرا يا مولانا ربنا أحفظك سلام يا مولانا عليكم ساعد وكاته بخاخت الرب وخلاص تقرر أنها ما بتدخلش بعد تحرير مسألة الجوف ما بقتش تدخل اتضح أنها بتسلك في مسلك آخر ولا تصل إلى حد المفهوم الجوف الذي اخترناه في تعريف الجوف ولذلك إيه اللي حاصل بخاخة دي لا يصل منها شيء إلى داخل جوف الإنسان الذي يمكن أن يفطره فبيبقى كده لو حد استعمل بخاخت الرب ودوت مش هيكون مفطر بالنسبة له نعم نعم في حد معنا السيدة المرحمة فين السيدة المرحمة لسا معنا السيدة المرحمة أيوة أيوة يا فندي اتفضلي ازاي حضرتك يا سيه كل سنة حضرتك طيب وحضرتك طيبة وبخير وبسلام وبفضل ونعمة الله يخليك أنا طلبة من حضرتك بس أن تدعي له وتدعي لبنتي يا فندم ربنا يبارك لك يا رب ربنا يبارك لك أنا أرمالة وبنتي يتيم أنا بس طلبة أن أنت تدعي له أنا وبنتي ربنا يفتح عليك ويجبر خطرك ويسعيدك ويوسع عليها ويحفظها يا رب من كل مكروه وسوء ويبارك لها ويرزقها رزق واسع عاجل ويفرح قلبكم منتو الاتنين الله يخليك وسؤال تاني حضرتك يا شهر أنا أنا أخواتي أنا في مشكلة بينهم وإخواتي بس أنا مصمحاهم أخواتي الزلموني قوي قوي بس مش متعبين لأن أنا أتعامل معاهم طيب بتسأليني تعملي إيه يا أمو رحمة أيوة بنت أمو رحمة أقولك تعملي إيه يا أمو رحمة الله يبارك لك يا شهر حاضر يا ستي بص يا ستي أنت أعملي اللي تقدري عليه من الوسط زي مثلا تتصل بيهم وتقول لهم كل سنة وانت طيبين في رمضان تتصل بالاتصال أقل حاجة أن أنت توصيهم بالاتصال مش معنى أنهم أساءوا إليك إنهمك لا توصيهم بأقل شيء بما لا يعود عليك بالضر بس ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها واتفضل أنت حسة وأولادك هيتربوا على الرحمة الرحمة اللي تزود البركة في البيوت والرحمة اللي تخلي العمر مليء بالسعادة ويخلي الخير يجري في البيت فأنت لو عايزة ربنا يوسع عليك ويبارك لك في حياتك اعملي زي ما احنا قلنا كده اوه وخلاص والظلم اللي انت الظلمتي ده ربنا عايجيب لك خير كبير به في الدنيا والآخرة إن شاء الله نعم السيدة المعالي تتفضل المعالي أيها السيخ سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك كل سنة وحركة طيبة وحركة طيبة الحمد لله بخير كنت عايزة أسأل حضرتك أنا ليه أخ نعم إحنا بنتين وولد نعم ليه أخ هو عنده ست أولاد نعم أخويا ده للأسف إنه هو كثول جدا ما بيشتغلش يعني غير مسؤول تقدر تقول إنه هو غير مسؤول إحنا على قول بنتاعده طول الوقت بنتاعده فهل بس إحنا لما بنتاعده يا شيخ هو بيقعد عن الشغل يعني إحنا لما بنساعده بنجيب له أكل لبيته والعياله ونشوف طلباتهم هو بيقعد عن الشغل فهل نفضل طول الوقت نساعده ونساعده إنه هو يقعد من الشغل في الحقيقة اللي هو فيه ده في الحقيقة مش هيتعالج بإنه هو يتمنع عنه لأنه لو يتمنع عنه لو هو متعود عليه هيقعد برضه فإحنا كده لو بندر بندر الأولاد مش بندره هو يعني الطريقة مش إنه بندغط عليه الحل الوحيد اللي ممكن نصلح حاله إنه إحنا نوديه لخبير يتعامل مع السبب اللي هو من أجله بيكسل هو أكيد فيه سبب إنه هو شايف إنه هو ما عندهوش توكيد للذات ما عندهو حاسس بما مش واثق بنفسه حاسس إنه هو ملوش لازمة حاسس إنه إنه هو فيه حد تاني بيقوم بالمسؤولية عنه كل الحاجات دي ليه علاجات وليه أشياء ممكن يتغير من خلالها فهو في الحقيقة خليه هو وزوجته يتفضله يجون على مركز الإشهاد الزواجي في دار الإفتاءة المصرية فما تخلهوش ما تمنعوش عنه الكلام ده أما لو هو رفض إنه هو ييجي فإن لا يحصل أنتوا تتخولوه بالنصيحة وتفضلتوا نصعوه لكن الأولاد ما لهمش زنب إنه أنتوا تمنعوا مساعدتكم ليهم لأن ده مش هيغير حاجة أنت بتقولي إننا لما بساعدهم بيقعد من الشغل هو هيقعد من الشغل هيقعد من الشغل فرأيي أنا إنه أنتوا تنصحوه أو تحاولوا تغيروه في مسار تاني غير مسار إنه أنتوا بتساعدوه إلا إذا كان هو شخص مستهلك شخص مستهلك يعني إيه هو اللي بيطلب وهو اللي بيطلط عليكم لكن إنتوا لو أنتوا اللي بيتساعدوه استمروا في المساعد بما إنه كنتوا قادرين على ده لكن إذا كان هو زي السقب الأسود كده فيه ناس كده زي السقب الأسود ياخدوا ويبلعوا الناس دولة مرضى دولة مرضى الأشخاص اللي من نوع دولة مرضى أما وإنه مش من هذا النوع فاستمروا في مساعدته عشان لجل الأولاد اللي هم محتاجين واللي يستحقوا إن انتوا تساعدوهم نعم السيدة أمم محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ممكن تدعيلي يا دكتور أنا وحبادي أنا مستمعك كويس يا أمم محمد يا ريت تدعي الأولاد يثبت إيمانهم وكده تفضلي بتقولي إيه أتمنى أن أنت حضرتك تدعي الأولاد ربنا يحفظهم يا رب ويخليهم في خير وفي صحة ويجنبهم من مكاره ما ظهر منهم ومن بطن وينزل عليهم من الألطاف ومن الجمال ومن الحفل بيصرف عنهم كل ضيق وكل حرج ويجعلهم في راحة باله وفي سلامة على الدوام يا رب العالمين يا رب يا رب أنا عايزة تواصل معك دكتور بس مش على الهواء طيب حاضر خذي لقم التليفون وأجاوب على حضرتك وأتشرف بالاتصال لحضرتك أستاذ محمد من النوفية بسم الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي وفضلتك الشريك فضل ونعمة يا رب دايما بكل سنوح حضرتك طيب طيب تفضل إسألني بسرعة يا أستاذ محمد بعد إذن حضرتك هل يجوز لأي شخص أيا كان إن هو يعمل عمل صحة والعاذ بالله لأي شخص تاني بالمرض طيب أجاوب حضرتك يا أستاذ محمد أول حاجة بس إنه الكلام ده كله مليء هذا عالم مليء بالخرافات إنما يقصد إنسان إنه يأذي إنسان ده حرام ومن الكبائر مش بقول أنا كده مش بقر إنه هو يعمل سحر والكلام ده كله لا أنا بقول إنه واحد مجرد نيته إنه يأذي واحد ويفعل فعل في إرادة الأزية لإنسان ده حرام وده من الكبائر فلذلك لابد إنه يتق الله سبحانه وتعالى في نفسه علاوة على إنه كمان بيعمل عمل والعياذ بالله من الفجور ومن الكبائر فلابد إنه يقلع عن ده ويترك ده وده حرام والعياذ بالله بس أنا مشكلتي ليه قلت الكلام المقدم اللي قلتها لإنه في ناس كتيرة جداً جداً بتتهم ناس كتيرة جداً جداً بإنهم بيسحروا لهم وما فيش الكلام ده كله كله إحاءات وإهامات فلذلك لابد إن إحنا نركز ونفهم المسألة فهماً صحيحاً وفهماً جيداً يا سيدة إحنا كنا النهاردة مع سلام يا رب ربنا يكتبوا لكل واحد فينا عشان يعيش في سلام ويعيش في أمان ويعيش في راحة وهو سلام التفويض وتعالوا ندعو الله سبحانه وتعالى بشيء يساعدنا على أن نكون من الذين ذاقوا حلاوة هذا السلام فندعو الله فنقول اللهم يا سلام يا من أنت قادر على كل شيء وعبدك لا يقدر على شيء وأنت تراني قد كسرني كل شيء وأنت يا مولانا تعلم أن هذا من وهدي وأنت تقدر على أن تصرف عني أوهامي وتغسل قلبي من أوجاعي وتمنع عني أفكار السوء وإني قد حسنت الظن فيك فيا قدير أسألك أن تزيل عني أوهام نفسي وإني على يقين أنك على كل شيء قدير فأسألك يا مولايا في كل أموري أن تجعلني من أهل التيسير يا رب العالمين فوضت الأمر إليك وألقيت أحمالي على أعتابك فاللهم ارزقني بهذا التفويض نورا في قلبي وسلاما في فؤادي واجعل وجداني وروحي معلقة بك في كل وقت وحين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين متوقف نورا في صور مستألك و قم هذه الناس